زي ما قلت لحضراتكم لازم نتكلم في الموضوع ده ولازم نفتح الموضوع ده خصوصا زي ما قلت لكم الجزء التاني هكون معايا أسات زجبار الحقيقة نقدر نتكلم في هذا الأمر بشكل موضح ومفصل علشان ما حدش يفتحه تاني بقى الفترة اللي جاية التاني حاجة عايزة اتكلم فيها الحقيقة امبارح في المباراة النهائية للبطولة الكنفدرالية فاز الرجاء وفاز بهذه البطولة الرجاء المغربي معلق هذه المباراة النجم الكبير صاحب أشهر كلمة فيه أو أشهر تعليق خلال يوم سبعة وعشرين حداشر اللي مازال عالق في كل أذهان الأهلوي اللي هو القضية ممكن كابتن عصام الشوالي كابتن عصام الشوالي الحقيقة وهو بيعلق على المباراة أنا معرفش هي سهوا ولا هو يقصد إيه ولكن كابتن عصام هو بيعلق وله من كل الاحترام وكل المعزة الحقيقة لأن كل جمهوري نادي الأهلي بيحترم كابتن عصام الشوالي وبيحبه جدا 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 ولكن أنا الحقيقة دايما اتعلمت في كرة القدم وهو خبرة كبيرة جدا في التعليق وإحنا كلنا كأهلوية تعلمنا في كرة القدم أن المواضيع دي المواضوع اللي حيتكلم فيه أو اللي أنا حيتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي موضوع مهم جدا كابتن عصام قالك الرجاء سيلاقي النادي الأهلي في السوبر الإفريقي خلي بالحضراتكم الرجاء بيقترب بيقترب من ملاقات النادي الأهلي في السوبر الإفريقي هو النادي الأهلي فاز بالبطولة؟ وإحنا ما نعرفش؟ لا كابتن عصام كايزر تشيفز فريق محترم كايزر تشيفز واحد من أفضل الفرق في الكرة الأفريقية وده مش كلامي ده بالشكل اللي احنا شايفينه أنه هو صعد للمباراة النهائية على حساب أندية عريقة وكبيرة فاز على الودان على ملعبه في المغرب واحد صفر وتعادله سلبيا في جنوب أفريقيا فكابتن عصام لو هي سهوان يبقى إحنا يعني إيه؟ لا لأن طبعا الشعب المصري كله بيتابع عصام الشوالي وبيحب كلامه وبيحب إسلوبه فلا لو هي سهوان ماشي لكن لو حضرتك تقول لا المباراة دي كايزر تشيفز 50% والنادي الأهلي 50% اسألونا إحنا يعني بجد إحنا حصل معنا نفس الموقف وكل شوية حقوله كل شوية حقول هذا الموقف لأنه المباراة اللي جاي يا جماعة النادي الأهلي لم يفوز بالبطولة الأفريقية وأنا بقول الكلام ده على الهوى النادي الأهلي لم يفوز بالبطولة الأفريقية عندنا مباراة 90 دقيقة ويعلم حنوصل فيها لإيه؟ محدش عارف النادي الأهلي له نسبة 50% ونادي كايزر تشيفز له نسبة 50% خلي بال حضراتكم اللعيبة عارف الكلام ده كويس جهاز الفني عارف الكلام ده كويس جمهور النادي الأهلي عارف الكلام ده كويس محدش ياخدنا في مرحلة الراحة محدش ياخدنا في مرحلة إن إحنا نقدر نكسب في أي وقت الكلام ده مش مزبوط مباراة كل جمهور النادي الأهلي ينتظرها وخمسين خمسين كايزر تشيفز فريق جيد جدا 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 ويوم الأربع حيكون معايا كريم سابت كريم سعيد وأحمد سابت تكلموا عن الموضوع ده وتشوفوا كايزر تشيفز بيلعب إزاي عشان تتأكدوا من الكلام اللي إحنا بنقوله أنا عارف إن الجمهور الاهلي واعي جدا للحملة اللي ممكن تحصل اللي هي طمأنة لعبة النادي الأهلي لأ لعبة الاهلي مش متطمنة ولا حتطمن غير يوم السابت الساعة 11 بالليل بعد المباراة بعد المباراة إن شاء الله ربنا يكرمنا يا رب حدش عارف إيه اللي هيحصل في التسعين دقيقة حدش عارف لقدر الله يجي فيك جون ومتعرفش تجيب جون يا جماعة كل الناس اللي بتتكلم بهذا الشكل من فضل حضراتكم مباراة الأهلي وكايزر تشيفز هي مباراة نهائية لا أحد يستطيع التكاهن بهذا النهائي ومين اللي هيكسب فيه تاريخ نقدر نتكلم في تاريخ النادي الأهلي 1-2-3 نادي كايزر تشيفز أقل من النادي الأهلي تاريخيا ولكن المستطيل اللي أخضر ده مختلف اسمعوا كلامي المستطيل اللي أخضر ده مختلف تماما ما تعرفش إيه اللي هيحصل هو أنتوا تفرقتوا على مباراة كايزر تشيفز الناس اللي بتتكلم مش بتكلم على كابتن عصام أنا بتكلم بشكل عام لأن أنا عارف النهائية دي لأن بعد ما اللي يشجع النادي الأهلي حيروحوا فين هيكلموا في إيه أداء النادي الأهلي رائع الفترة اللي فاتت الحمد لله لعيبة كويسة جاهزين كل حاجة الأمور مستقرة السفر بعد بكرة الدنيا تمام لكن هتكلموا في إيه غير أن هم عايزين يدخلوا الطمأنينة اللي لعبت النادي الأهلي ودي القضية التانية اللي هتكلم فيها النهاردة مع أساة زيتنا الكبار اللي معيها بعد قليل الطمأنينة ما فيش طمأنينة لا 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 كرة القدم غدارة كرة القدم لا تعرف المستحيل تاريخ اتكلم زي ما أنت عايز فيش مشكلة الأهلي عنده كذا فرق كبير ما بين تاريخ النادي الأهلي وتاريخ أي نادي في أفريقيا مش كايزر تشيفز بس ولكن تاريخيا الملعب صدقوني أنا الحاجات دي الواحد يعني يخد على دماغه قبل كده وخلي بالحضراتكم المدير الفني لنادي كايزر تشيفز باكستر واحد من أفضل المديرين الفنيين اللي موجودين في أفريقيا عنده خبرة كبيرة جدا 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 في البطولات الأفريقية وهو لسه جاي قريب معاهم يعني وبيلعب بطريقته أنا عارف لعبتي بلعب بقى في النص ملعبي وبعتمد على الكرات الطويلة والهجمات المرتدة وإنت بقى قعد اضرف في الحيطة اضرف في الحيطة زي ما أنت عايز وخلي بقى لحضراتكم اللي بيلعب في 20-30 يارد أو 40 أو في نص ملعب مجهوده بيبقى أقل بكتير قوي من اللي بيلعب في الملعب كله اللي بيدافع بيبقى مجهوده أقل بكتير من اللي بيهاجم اللي بيهاجم عايز يروح يروح البكريات عايز يروح يرفع ويرجع تاني وقف يشوف مهامه الدفاعية وبالتالي هي مباراة صعبة جدا ده هنتكلم فيه الأيام اللي جاي كل يوم هنقول هذا الكلام احنا بنتعلم من جمهور النادي الأهلي آه عندنا ثقة عندنا ثقة مستنيين الماتش آه مستنيين الماتش ولكن 50-50 الأهلي 50% وكايزر تشيفز 50% هو ده اللي احنا دايما عايزين أو هي دي الطريقة اللي خلال الـ 4-5 ايام اللي جاية لازم حضراتكم كجمهور واحنا كإعلام يختص بأخبار وبكل شغل النادي الأهلي لازم نتكلم بهذا الشكل فكابتن عصام الشوالي لك مننا كل الاحترام وكل التبجيل وكل الحب والمعزة الكبيرة جدا جدا في قلوب كل الأهلوية ولكن المباراة 50-50 النادي الأهلي حتى هذه اللحظة لم يصعد إلى المباراة أو صعد إلى المباراة النهائية ولم يفز بالمباراة النهائية علشان يقابل الرجاء اللي بالفعل فاز في المباراة النهائية في الكنفدرالية وينتظر الفائز من النادي الأهلي وكايزر تشيفز لملاقاته في السوبر الإفريقي أنا عارف أن عتابنا البسيط ده هيوصل لحضرتك وبالتالي لازم نعرف أن المباراة 50-50 كل يوم هتلاقونا بنتكلم في هذا الموضوع ودائما بهذا الشكل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر